ويبتعرفوا كل شخص إليه يمكن أتباع إذا بتدرس عن سقرات كان عنده تلاميذ إذا بتدرس عن مؤسسين آخرين كان عندهم تلاميذ مثلا لكن يسوع المسيح مش بس كان عنده تلاميذ وفعلا الكل متفق يعني مش تعصبا على فكرة الكل متفق أنه تعليم المسيح هو أعظم تعليم وإلا كيف تفسر العزة على الجبل معجزات المسيح أثبتت أنه أعظم من إليا وأليشع وأعظم من موسى لأنه حي ومازال يصنع المعجزات حتى يومنا هذا كل الديانات الأخرى بتتمحور حول التعليم بتحاول أن الإنسان تقود الإنسان تحذر أو تنذر تقوده إلى الله إذا صح التعبير لكن المسيح حي يتفاعل يتواصل حتى وإنت بتسمع هذه الحلقة بتشاهد هذا البرنامج المسيح ما زال يتفاعل لأنه حي قام من بين الأموات وهذا بيعطيه الشرعية وبيعطيه المصداقية أن يكون فعلا كما قال كما صرح وكما ادعى أيضا فالمسيحية تتمحور حول يسوع المسيح لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد يعني بقول مع المسيح صلب فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا فالمسيح حياتنا كما يقول الكتاب المقدس ترجمة نانسي قنقر